أصدرت وزارة التعاون الدولية تقرير الشركات الدولية لدفع تعاون جنوب بجنوب وتعاون الثلاثية 2021-2024 استردت تقريره استراتيجية التوصف تكراري تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والنشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية أبرز التقرير مبادرة حياة كريمة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية ومنظومة معالجة مياه بحر البقر وبرنامج تكافل وكرامة كأمثلة للتجارب التنموية القابلة للتكرار في دول الجنوب كما أشار التقرير إلى أن تعاون الجنوب جنوب يعزز الوعي بالتحديات المشتركة للدول النامية ويحفز الحلول المبتكرة ويدعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات